انت جايلي النهاردة يعني مش عايزة اقول معجزات هي معجزات ما عند ربنا انه بيوصلنا العلم وتكنولوجيا اللي انت اي حد عنده ما يبيضة كون بيسمع زمان ان دي خلاص جحيم معاك انت الموضوع انا برجعك زي الاول واحسن لانه عندنا قتي التكنولوجية اتغيرت تماما والتقنيات اتغيرت تماما ده لما كنا الاول ما يبيضة عشان اسحبها انا محتاج ممكن استنى ما يبيضة تستوي وتتجمع وافتحها فتح العين فتحة كبيرة ممكن ناخد مثلا فتحها حوالي سنتي سنتي في العين ده رقم كبير بالنسبة لنا الى اننا ممكن افتحها اقل من ربع سنتي فتحة صغيرة قادرة اسحبها بطريقة سريعة العدسة بكل اينا في الاول بعدما كان المريض يبيضة نضارة زائد 14 او زائد 15 دولة اش محتاجة لبيضة نضارة خالص فبعندنا القدرة ان احنسحى المياه بطريقة سهلة جدا جدا حتى الفيديو نشرح اكتر على الفيديو هو الفيديو ده بيورينا طبعا العين زي نعمل زي الكاميرا وزي العتامة بتاعت العدسة تخلي الانسان فعلا الانسان شاف قدامه شبورة تمام او شاف قدامه غشاوة او سطارة بيدة او دخان ودي طريقة سحب مياه بيضة الطريقة الحريصة اللي نسميها سحب مياه بيضة بالموجات الصوتية سحب مياه بيضة بموجات صوتية بس كده تمام بنعمل فتحة صغيرة جدا في العين تمام مش محتاجة افتح فتحة كبيرة مش محتاجة اخذ بينج خالص مش محتاجة اخذ غرس في العين ولا بينج ولا غرس ولا اي حاجة 24 ساعة مريد برجع طبيعي خالص وبعدين بنزر العرسات قدامنا حتى العرسات ده تفيدها تكنولوجيا عالية جدا 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 وانواحها كثيرة جدا تخلي المريد يقدر تقريبا يستغني عن نظارة كمان يعني انت مش بتخففه من مياه البيضة بس لأ انت بتحسنه نظره طبعا لان ممكن مريد بس يبع عنده قصة نظر شديد حلو ومتعود دايما اللبس نظارة بتاعته سمكها كبير وعنده شدت سبع درجات قصة نظر وظهر عنده مياه البيضة لما اسحب مياه البيضة انا هزرع عرسة جديدة جواه الآن هزرعها بمزاجي ومزاج المريد برحتك بقى اه برحت خلاص يعني انا اي حد سنه كبير جات له مياه البيضة ما يقلقش خالص دلوقتي خلاص يعني موفي ناس انها كبير بس حرام لس شغالة لسه في ناس سوائين في ناس بيشتغلوا اعمال كتابية دا ما يقلقش احنا بنقولك يا ابتالية لطيفة بنضرب عصفرين بحجر شلت الغشاوه لقدام عينه بدلت له عرسة اللي فيها غشاوه بعرسة جديدة كويس وفي نفس الوقت بحط مقاس العرسة بحيث ان المريد ما يحتاجش لبس نظارة بعالك طيب ييجي مسلا سيلة اعمال وعندها مابيضة احط العرسات المتطورة من سماء عرسات ثلاثية البقرة او عرسات اللي هي متعددة البقرات اميزتها يبقى عرسة تخلي المريد يشوف القريب ويشوف البيض ويشوف المتعصد لا لا ثوان يا دكتور يعني انت هتخفف الماء البيضة وتخليني اشوف بالضبط اكني حد شاب صغير يشوف قريب وبعيد ومتعصد كمان هنا بقى سماء عرسات التوريك يعني كده عندنا فيه المالتي فوكل او التراي فوكل لعرسات الثلاثية البقرة والمتعددة البقرات وعرسات التوريك اللي هي بتعالج لي كمان استجماتيزم وممكن فيه عرسات بتعالج لي اتنين مع بعض فاذا انا كل مريض هقدر افصله العرسة اللي هو عايزة انا مزبهلة لان احنا كنا بنشوف يا جماعة اللي عنده مية بيضة ده خلاص انا كده نظري رحف ومش راجع وعلى فكرة انا بشوفها يعني لما بيبقى حد عنده مية احنا بنشوفها يا دكتور مش بتشاف لو النيني بتاع العين فعلا المية زيادة شام كنت حصت بصي على حد كبار السنة تلاقي النيني بدل ما لونه اسود لان هو اسود ليه النيني عين وراه عبارة عن كهف جوه مقفول عليه سبحان الله لكن لما في تلك المية بيضة بتريد يسعى اللون بياخد لون الجيش الاول او رصاصي شوية او الفضي بعدين لقيها بتالت بقى بيضة فعلا عشكا اسمع الماء لقى بيضة طيب احنا عايزين يعني نطم الناس كتير قوي منع العملية حاجة بتقول مفيش بنج طبعا طبعا محنا كنا زمان برضو كان العمالات القديمة بنعمل عملية جراحية فلازم مريض نقول له مفضح لك انت هنحتاج نعمل بنج كلي طبعا بطلنا كلام دخول دلوقتي بندي حقن حوالي نعنيه زي يا دكتور السنان والاحدث كمان ممكن نعمل بدون الحقن ممكن شوية اطارات مخدرة بنقطارها على العين ونشتغل لا يا دكتور بتخذر زي عملية الليزر بزبط يعني احط شوية اطرق واشيل المايا البيضة وحاس النظري واشوف قريب وبعيد وانت جاييني بمفاجآت النهاردة طيب اهو فيه سن صغير ممكن يجيله ميا بيضة بس مش عن طريق يعني ممكن يكون عن طريق شغل يعني حاجات سخنة نادرا بس هو اكتر مريض عرضة المياه البيضة من الصغيرين سن هو زي مواني ايما مريض السكر او مريض ماشي على اطارات فيها كورتيزون او ايما ماء ابيض خلقي طفل صغير مولود وربنا سبحانه وتعالى خلاه ان فيه عنده ميا بيضة دي بحتاجه تدخل وتدخل سريع ليه ده للطفل المولود لسه مولود ممكن سنة شهرين حد يلاحظ المشكلة دي اول ست سنين من العمر المخ متوقع الصورة واضحة من كل عين في عين فيها ميا بيضة فالعين ما عليش تبعط صورة كويسة المخ المخ يعمل ايه يهملها انتهت العين دي بقيت عين كسورة حتى لو عملت الميا بيضة بعد مثلا سنة عشر سنين المخ خلاص عود نفسه من العين دي هو ست سنين الاولين خلاص اه كسر العين كسر العين اه احملت العين خلال بساعتها بنبه الاهل لازم صحب الميا بيضة بسرعة ده بيرجع ان الكشف ده لدكتور الاطفال طبعا عشان كده ده ما اللي حقيقة لو تحصي الاطفال لما كن نسا مولدين بيها فيه دكتور الاطفال بسرعة بيبص من ضمن الحياة بيبص عليه العين اللي هيسود مظبوط فيها حاجة يقول لا اروحوا دكتور العيون عشان نتحرك ونتحرك بسرعة بس لو تحركنا بسرعة ولا اكن الطفل مولود بالعيب الخلق ده بالرجال وعني كويس